لتفاصيل أكثر عن هذا ينضم معنا من الرياض مراسل الإخبارية منصور الأمير من مقر عقاد هذا المنتدى الصوت الصورة معك منصور أهلا ومرحبا بك ومشاهدي قناة الإخبارية نحن وإياكم هنا في نقل مباشر لوقائع المنتدى السادس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة والذي يتم الاحتفال به هذا العام بالتزامن أيضا مع اليوم الدولي لمحاربة الفساد والذي يأتي تحت الشعار متحدون على محاربة الفساد قبل قليل افتتح سمو أمير منطقة الرياض الجلسة الأولى والافتتاحية وبدأ مراسم هذا المنتدى بحديث لرئيس هيئة مكافحة الفساد وبكلمة أخرى أيضا لوزارة العدل ثم بكلمة أخيرة لسمو أمير منطقة الرياض أكد فيها على ما أكد عليه صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان في كثير من اللقاءات التي شدد فيها على ضرورة محاربة الفساد والتي تنطلق من المبادئ الأساسية للدين الحنيف الذي هو ديننا والذي تقوم عليه كل أحكامنا وتقوم عليه كل حياتنا والتي تنبذ الفساد بكل صوره وأشكاله حيث أن لا أحد فوق القانون ولا أحد مستثنى أيضا من محاربة الفساد اليوم نحن هنا في فعاليات هذا المنتدى السادس حيث وقعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقيتين الأولى مع مدينة المنك عبد العزيز للعلوم التقنية والثانية أيضا مع غرفة الرياضة التجارية ربما ومن حسن أيضا حظنا أن ينضم إلينا في هذا اللقاء الخاص معالي الرئيس الدكتور خالد المحيسن للحديث حول ما تم الحديث عنه أيضا خلال هذا المنتدى صباحكم الله بالخير وبداية نبارك لكم قاومة هذا المنتدى ونسألكم عن ما أبرز ما يحمل هذا المنتدى من عنوين مرحبا حياك الله صباح الخير على الجميع حياك الله هلو سهلا أسألك عن أهم العناوين التي يحملها هذا المنتدى والاتفاقيتين التي تم توقعها معالي الرئيس طبعا العنوان الأساسي لهذا الملتقى هو طبعا مبدأ العدالة الجنائية أو النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية فالهدف من هذا الملتقى هو الحقيقة تسليط الضوء على العدالة الجنائية وأهمية الحقيقة دورها في تحقيق العدل والإنصاف والمحاكمة العادلة لكل إنسان بهدف الوصول إلى حق وعدل ونزاهة في التعامل مع كل متهم وفي كل قضية وأيضا النزاهة داخل تلك المنشآت والمؤسسات سيحقق هذا المبدأ ومن ثم رغبنا أن نعرف ونطلع على جهود هذه المؤسسات دعني أسألك أيضا عن أو فيما يخص تم توقيع اتفاقيتين الأولى مع مدينة الملك عبد العزيز والثانية مع غرفة الرياضة التجارية أيضا ما هو محتوى هذه الاتفاقية طبعا الهيئة الوطنية المكافلة الفساد تعمل على بناء شركات فاعلة مع كافة الجهات المعنية بهدف تعزيز مستوى النزاهة وحمايتها في المملكة العربية السعودية من ضمن هذه الجهود الحقيقة بناء شراكات في جانب البحث العلمي وهذا اليوم تم من خلال توقيع اتفاقية مع مدينة ملك عبد العزيز العمود التقية هذه الاتفاقية تنص على إجراء عدد من البحوث في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد فيما يتعلق بالغرفة التجارية الصناعية أيضا الهيئة تعمل على مبدأ أو مشروع الحقيقة مهم وهو مسألة المشروع الامتثال في القطاع الخاص وهذا المشروع يحدث إلى تعزيز النزاهة في نشاطات المنشآت المملوكة للقطاع الخاص دعني أختم معك معالي الرئيس بالحديث حول تصريحكم الأخير فيما يخص صلاحيات أيضا النزاهة هو الجهاز الذي ربما يربط به كل المواطنين آمال لهم في القضاء على الفساد أيضا ماذا تعلقون في هذا الخصوص؟ الهيئة الوطنية المكافحة الفساد تعمل وفقا لاختصاصاتها وهي دائما تؤدي دورها على النحو المعمول بمشيئة الله وتطلع طبعا إلى المزيد أن يكون لها مشاركة أكثر فاعلية في هذا الجانب شكرا يزيلا شكرا لك دكتور كان هذا هو حديثنا مع الدكتور خالد المحيسن الرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسنكون معكم أيضا في النشرات القادمة بالمزيد من وقائع تفاصيل هذا المنتدى الذي من المفترض أيضا أن يكون هو عنوان ليس فقط كل السعودين بل كل المسلمين وأن يكون الفساد هو فكر منبوذ من جميع من يلتزم بتعاليم هذا الدين الحنيف الذي يأمر بالعدل والإنصاف والمساواة ويقبح كل أشكال الفساد سأكون معكم في النشرات القادمة هذا كل ما لديه حتى الآن شكرا جزيلا زميلي منصور الأمير كنت معنا شكرا لك ولضيفك الكريم